السلام عليكم اصدقائي. اللحظوا على الانترنت من البيب سبرايس نقطة. هزي الطريقة تحتاج الروت. بنروح على البيب. بنروح بناخد هون اه الهدية. نشوف اه الهدية لانه. نرجع على البيب. اصدقائي وصع الهدية. بناخد الهدية هلا بنعطي. حسنا. وهيك اخد الهدية. اصدقائي حكينا هزا الطريقة تحتاج روت. يلي ما عنده روت. يلي ما عنده روت. يتفعل معنا بالفيديوهات يعني منزلها. يحط اعجاب حط تعليق جيد. ومشان احنا نعطيه اهدية. عن طريق اه سبرايس نقطة. يعني انت بتروح على اه مجموعة تليجرام اللي احنا ضفناها. ضفنا مجموعة. اصدقائي نحنا نضمي هزي المجموعة. المجموعة تليجرام البيب معدل الاسطورة. هون اه منحط للفيديو اعجاب وتعليق. حتى نعفل اشخاص يتفاعلوا معنا ونعطيهن اهدية من البيب. نروح بعدين على على الاعدادات. هون في عنا المعرف. تبع قناتي. تليجرام. ايبو ايداعش. دخلنا على المعرف. هون بطلع لي المعرف القناة. بتنزل انت هون اه الصورة. اللي انت اتفاعلت اه بالفيديو اللي انا بحكي فيو. اه حط اعجاب وتعليق. وانا اه بفعل لك الانترنت. حتى يصير تفاعل. يعني الاشخاص يتفاعلوا معنا. اه منفعلوا الانترنت. يلي معنا الروت. انا عم ننزل فيديو. اه يعني ما في تفاعل غير اشخاص قليلين ثلاثة اربعة. او عشرة بتفاعلوا مع الفيديو. يعني عم ننزله. والباقي ما بتفاعلوا نهائيا. اصدقائي المشكلة ما في تفاعل بالقناة. القناة القديمة اه وقفت او انقفلت. من شركة اليوتيوب. وهلا انا سويت قناة جديدة. صلى بحدود الشهر. وما احدا بيعرفها نهائيا. يعني الساتة. اه ما احدا تعرف علي. ما احدا تعرف على القناة. القناة القديمة تسكرت. يلي اللي بتابعني. بيعرف انه تسكرت القناة القديمة. هذا الشي ما اريده. تفاعلوا معنا. حتى نفعل هدايا على البيب سبرايس نقطة. في كتير اشخاص اه ما عندو الروت. هاي المشكلة الوحيدة انو هدا الطريقة بتحتها جوت. حتى ما تنحزر. المشكلة اللي انحزرت بالالبيب بتروح معك تقريبا شهرين ثلاثة شهور. هاي الطريقة مضمونة ازا بتروح موعة اسطنبول. ازا بتروح على كل سعينتام ما في حزر نهائيا به الطريقة. يعني يلا موجود انا هون اه باسطنبول. ازا رحت. هون جاني واحد جيجا. ازا رحت على الموقع اللي انا عبشتغل فيه. وعملنا هيك. ورحنا على غير ولاية. ما في حزر نهائيا. بطلق على غير ولاية. ما عن تاب. هاي عنا كونيا. انقرة. ابعد شي نقول عن تاب. ديار بكر. بنحط. ديار بكر. هاي بعيدة عن اسطنبول. عطينا هون اشارة الدبوس. ومنرجع على البيب. تمام. هون ازا عطينا الهدية. طلو اصدقائي. حولت من اسطنبول الى ديار بكر. ابعد. ابعد الشي. مع ذلك ما عطاني اي حزر او اي مشكلة في هذا التنقل. ما عطاني اي مشكلة. هيصننا احنا قريبين طريبا من سوريا. هو بس بتركية هازي الميزة شغالة. من عنا كمان بدنا القرب. اه. في عنا كليس. بدنا الروح عليها. بنعمل هيك. ما كن شايفين. هاي قريبا من سوريا. نعطي اشارة الدبوس. ومنرجع على البيب. اذا ما عطاك الهدية. بهت هاي التحويلة. بدك تمسح البيانات تبعات الخريطة. هلا هون اعطاني ما في مشكلة. اعطاني. هاي هدية هديتين. عنا هون كمان ثلاثة. ما في مشكلة. عنا هدية. ما كن شايفين. يعني هاي الطريقة صعي تحتاج روت. بس اللي الجيد فيه. انه وين ما رحت ما في حزر. بتركيا. ما بحس عليك نهائيا الشركة. وانا الطريقة مجربة. ما هو من هلا. من قبل مجربة بكتير. ما بحس عليك نهائيا. هاي هون صلنا قريب من سوريا. ما كن شايفين. كلس قريبا من سوريا. جانب اقعدت بين اسطنبول وكلس. ما حس علي. ما في اي حزر. هاي الطريقة مدمونة. مية بالمية. بس عكينا. بس بدنا تفاعل. حطوا اعجاب. حطوا تعليق. حتى. اه. اللي ما عندهم منوزع الكون هدايا. ما في اي مشكلة. كل يوم. خمسة عشرة خمسة. منوزع الكون هدايا. بس ارسولي الصورة على التليجرام. مع زادة الرقم. منفعل هدايا من دون اي مشكلة. ان شاء الله. وهي قصد الخاص لنا للنهاية. هاي الطريقة الخرافية. لا تنسونا بالدعم. والسلام عليكم. شكرا. 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 شكرا.